لأن بعض الناس هدانا الله إياه يدخل على المبتلى على المريض مستشفى ويدخل عليه إيش يقول يقول مسكين والله ما تستاهل والله ما بلد حيله وانت عارف الحكومة والدولة ومستشفياتنا هذه الله المستعان بس وانا والله إيش أصنع لك انت عارف أني ما عندي وفلان بخيل وذا كذا وهذا الطبيب أسوأ طبيب في العالم والله أعلم كتبت وصية قال لا قال لعلك تموت قبل تكتب وصية صحيح والله كأنه يقول له تسخط يقول مسكين ما تستاهل كأنه هذا أرحم به من الله عوذ بالله أما يدخل الشيخ على هذا المريض يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا بأس طهور إن شاء الله قال المؤلف بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال علق من رحمه الله هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم يقول لا تخرج من عندي صحيح يحتسب الأجر عند الله إخواننا عندنا ألفاظ شركية اعتراض عن قضاء القدر لابد نتنبه لهذه الأمور نعم